مرحبا بكم في جنة كوزين جنو حويكم شاء الله تكونوا الناس بخير وصحة وعافية توحشتكم عندي برشة غايبة عليكم من قبل العيد ما أرجعت لكم في الفيديو قلتا يزي من البخل وطوى عمت لكم حويجة ابننا برشة كما نشوفوا عمت لكم تارت بالفرامبواز والبستاج بالبسكويت بورتان اللي أول مرة يتفرج في الفيديو متائم سيعمل سبسكرايب وإلا اشتراك للقناة يفعل هيك جرس صغير كما يوصلوا جديد متاعي ما نتوارش عليكم ونتعديو للتاخت متاع اليوم ونتعديو للمقادير متاع البسكويت بورتان اللي بش نستحقولو للتاخت متاعنا عندي هوني مقادير كل مقدامي عندي هوني 100 جرام سكر و بش نستحقو 140 جرام فارينة وبتبيع بش نستحق زيدة اللي الباكو خميرة متاع قدتو عنا هوني 100 جرام زبدة تكون بحرارة الغرفة تكون 3 و بش نستحق الكعبتين الأصفر متاع بايف ناخدو البال اللي بش نخدمو فيها هوني بش نحطو السكر و من بعد بش نزيدو عليه الأصفر متاع البيض و توا نمشيو للروبو انا بش نخدمو في الماكينة كيما العادة بش نركضو العظام والسكر المليح مليح لين السكر متاعنا يضوب هوني اركط السكر والصفر متاع البيض مليح مليح لنشوفو كيفيش اللون متاعه افتاح توا بش نكمنو ونحطو الكوانتيتاي بتاع زبدة كيما قد لكم لازم لازمها تكون تريا بحرارة الغرفة ونركضوهم زيدو هون كيف كيف مبعاظهم بش تجانس هيك الزبدة مع المالانج متاع السكر والعظام توا نبدلو الكوشي متاع الماكينة متاعنا نستعمل الكوشي دي كمتاع السابلاج وبش نبدو نصبو في الفارينة بشوية وزيدة الماكينة تدى تخدم كيما هكي مش بالقوية تخدم بشوية 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 بشكل فارينة تدخل في المالانج اللي كان عمنا ونكملو نحطو الباقو متاع الخميرة ونحطو شوية ملح نقعدو نعجنو فيها اللي نتعطينا عجينة كي من هيكية اترية نلفو العجينة بتانا في بابير سولفان وإلا في كيس بلاستيكي ونحطوها ترتاح أقل الحاجة سوية من زمان في الفرجدير سينو إلا مزروبين تجمو تحطوه في كونجيلاتور نتعطي للكمفات اللي بوش نستحقلو للتاخت متاعي سباقلي دجا وشاركتو معاكم هوني استعملت ماتين وخمسين جرام من فخوية غوش كونجولي حتيت عليهم مية وخمسة وعشرين جرام سكر وبوش نخليوهم يتيبو على نار هيديا ونغطيوهم بالاختاء ومنزيدوهمش الماء على خطر دجاوهما بش يدوبوا وبش يتسايب هيك الماء متاحهم وحدهم بعد محضر الكمبوت متاعي زدتو مغرفة امتاع ماكلة امتاع شي وقعد نحرك فيه كي من هكي لين اعقاط نحطو توا شوية فالينا على البلوندو تخافاي اللي بش ناخد معليه وناخدو هيك العجينة متاعنا هوني حسيتها هيبست شوية شديد هوني سخنتها شوية تحت ايديا كي من هكي قعد نتري فيها بش نترجم ببعديك كي ندا نختم بها نحل فيها بالقلقة لتكون لي سهلة بعد محليت العجينة التاعي منحلوهش جوايدة برشا ومش خشينا برشا خديت هوني مول متاع ديزويت سنتيمتر معنديش كوبواغ تكون كبيرة خديت كي ماذي حبيت نعمل منها تارت تكون متوسطة ولي فضل اعملتهم دي تارت الليت يكونوا صغار هوني التارت الكبيرة حتيت في وسطها كي ما قادي نشوفو هكي كوبواغ في الوسط بش كيف تتيب لازمها تتيب اللي تارت لكلهم يتيبو في المول متاحهم بش يجيو لكلهم فرد كبر إلا كان نحيو هكي المول راهي بش تتحللنا الكعبة وتولي منظرها مش مزيين حتى طرف خديت الفور متاعي يسخن على مية وسبعين درجة الفوق واللوطة بش يتيبو المدة هشرين اتقيقة هدوما التارت الليت متاعي يحضرو بعد فان مينوت لازم يكون لونهم كي ما هيكي يمذهب ما نحكي لكمش على الريحة كيفيش الريحة يسر يسر بنينا هدوما التارتلات متاعنا هوني عملت الكوش متاع الكمبوت اللي حضرتو اقبيلة متاعلي فخوي غوش انتو ما تنجموا تصفيوهم وإلا تنجموا تخليوهم كي ما انا خليتهم هكي هدوما التارتلات الكريم البستاش اللي اعملتها من فوق سباقلي وتشاركتها معاكم قدش من مرة ذيك عليش محابيتش نتاول عليكم الفيديو اليوم زيد نعود انها بتريكم مرة أخرى هدوما نحط لكم اللي في صندوق الوصف ويطلع لكم زيدها في وسط الفيديو وكملت زيان التارت متاعي بكعبات فرامبواز وكملت حتيت في وسطهم شوية من هكي الكمبوت اللي حفرتو متاع فخوي غوش وصلنا تاوي اني هاية الفيديو متاعنا ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة متاع اليوم حويجة اخفيفة وبنينة اشخطو صيفي كما تعرفوا اللي في خوي غوش دوا موجودين بكثرة نتمنىكم اتجاربو وصفة اليوم وان شاء الله ملتقنا في فيديو جديدة ومخاليك مشغلكم بسلامة وفي امان الله اشتركوا في القناة